اليوم كانت الجنسة الأولى في هذه القضية التي ترجى أمام غرفة الجنايات البتدائية بمحكمة الاستيناف في تتوان والتي تتعلق بشكاية تقدم بها زوج هولندي والموكي الذي تفاجأ وهو في هولندا بحكم الطلاق يصدر ضده دون علمه وكتشف بأنه تنصب الاتفاع عليه زميل من هيئة تتوان وصدر الحكم التطلاق احنا لن نستطيع المستارة المتعلقة بها الدعوة للطلاق لإعادة النظر فيها وقدرنا الشكاية الذي قرر فيها سيد الوكيل العام بحالة الأطراف القادية للتحقيق والذي قرر اعتقال شخص يتداعي بأن الموكي أو الزوج يتعلق في أن ينوب في هذه القضية وكي ينوه بشي حد هذه القضية ديال الطلاق وفيها للأسف زميل متمرين كيقول بأنه بالفعل جاء عنده شخص وطلب منه أنه يتنازل على الحقوق ديال هاد الزوج اليوم كانت الجلسة اللولة في غرفة الجنايات وتأجل الملف لجلسة 16-4 من أجل إعداد الدفاع ونحن في هذا الملف بغينا تباني الحقيقة وما بغيناش أكباش الفداء يكونوا في هذا الملف خاص المتهمين يعني الفاعلين الأساسيين اللي هي الزوجة ومنساعدها في إصدار هذا الحكم المزوار خاصهم يجيوا يحضروا في هذه المحاكمة وهذا الشي اللي طلبنا من المحكمة ورا هي غادي تنظر في هذا الطلاب انطلاقاً من سيديا 16-4 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر